بعد أن دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى حصار اقتصادي على إيران وهددت بمعاقبة من لا يلتزم به تأتي اليوم ومن خلف الكواليس لترسل مندوبين عنها للتفاوض والحوار مع طهران هذا ما كشفه علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني عندما قال إنه التقى بمندوبين أمريكيين خلال زيارته أفغانستان الشهر الماضي وأنهما أعلن استعداد واشنطن للتفاوض مع طهران هذا الطلب الأمريكي جعل إيران وعلى لسان شمخاني تتحدث بنبرة مختلفة وكأنها دولة عظمى فقد وصفت الانسحاب الأمريكي من المنطقة بأنه سيكون انسحابا إجباريا لأمريكا وأن الولايات المتحدة هزمت في سياساتها في سوريا وهي أمام مفارقة في شرق الفراد وهذه الأوضاع لا تفرض على أمريكا إلا الانسحاب وعلل شمخاني التوجه الأمريكي للتفاوض بسبب فشل الحضر على إيران وعدم قدرة أمريكا على القيام بعمل عسكري بحسب وصفه التصريحات الإيرانية ذهبت إلى أبعد من ذلك فعن احتمال القيام بعمل عسكري ضد إيران قال شمخاني إن إيران دولة قوية لدرجة أن أحدا لا يجرع على مهاجمتها عسكريا محذرا من أن أي هجوم صغير على إيران لن يبقى صغيرا مؤكدا أن التفاوض مع واشنطن مرفوض ولا معنى له ويبدو أن هذه التصريحات والكشف عن طلب أمريكا للحوار والتفاوض جاء ردا على الرئيس الأمريكي دونالد ترام الذي قال مؤخرا إن إيران تغيرت وباتت تسحب قواتها من سوريا واليمن وذلك على خلفية الصعوبات الداخلية مضيفا أنه سيكون سعيدا بالتفاوض مع طهران